اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قال أما تستحي فوق أرضه ثم تعصي فوق أرضه ثم تعصي فهذه صعب ما يقدر عليه قال هات الثاني يا إمام قال يا ابني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن لا تأكل من رزقه قال رحمك الله يا إمام وهل الأرزاق كلها إلا رزقه وبيده قال أما تستحي تأكل من رزقي ثم تعصيه وأنت ما تستحي وأنت أما تستحي تأكلون من رزقه ثم تحاربونه بها وتعصونه أهذا شكر النعم قال هات الثالثة يا إمام قال يا ابني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن لا تعصيه في مكان يراك فيه قال رحمك الله يا إمام وأين أعصي وهو يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء وين روح وين اختفي وهو يعلم السر وأخفى قال أما تستحي تعصيه وهو ينظر إليك أجعلته أهوى الناظرين إليك قال هات الرابعة يا إمام قال يا ابني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن إذا جاءك الموت ليقبض روحك فقل له يؤخرك لتتوب من هذه المعاصر قال رحمك الله يا إمام ومن يستطيع فإذا جاء جلهم لا يستأثرون ساعة ولا يستقدمون قال هات الخامسة يا إمام قال يا ابني إذا أردت أن تعصي الله فاعصه ولكن إذا جاءتك زبانية النار ليجروك في جهنم فانفلت من بين أيديهم وذهب إلى الجنة فبكى الشاب وصرخ كفى يا إمام والله لقد تبت توبة النصر إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأنت اسمع غاني بخمسة شروط طبقها ثم اصنع ما شئت لا تصلي ولكن لا يراك ولا تأكل من رزقه ولا تسكن فوق أرضه وكل ملك الموت يؤخرك وانفلت من خزنة النار وزبانية النار عياذا بالله منها وأنت كذلك يا متى الله فقال كفى كفى يا إمام والله لقد تبت توبة النصوح فإذا لم تنفع معك هذه النداءات ولم تنفع معك هذه العلاجات فأحسن الله عزائك في نفسك